ايه بتحكينا عن طبعا حول كان فيه مشكلة امبارح زوج وزوجة في خلاف شديد جدا قعدوا ثمان ساعات يصطلحوا اكيد الشيطان كان حاضر الاعداء ثمان ساعات كتير اوي على ما يصطلحهم كلمة منه وكلمة منها عملوا مشاكل مع بعض وانا بقول لهم يا جماعة بمناسبة الايام المفترجة دي الصلح خير والرسول قال لنا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يحلل المسلمين ان يهجر اخاو فوق ثلاث يعني ثلاث ايام يلتقياني فيعرضوا هذا ويعرضوا ذاك وخيروهما الذي يبدأ بالسلام انا عايز يا جماعة تتحقق فينا الخيرية يا كل انسان مخاصم انسان شهر رمضان جاي خلاص يا كل زوجة مخاصمة حمتها ارجوكي روحي صالح حماتك يا كل حمى مخاصمة مرات ابنها ارجوكي اعتبرها زي بنتك حتى لو غلطت سامحيها لازم يا جماعة نتسامح علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا واصلح لنا الحال والكلام اللي قالته الاستاذ اماني ده بيفكرني بمشكلة كانت حصلت في بلدنا وتريح لي مشكلة بالرجل وامراته وفشلنا هي تقول كلمة وهو يقول كلمة هي تقول كلمة والكلمة والامها تتدخل وامه تتدخل وحصلت مشاكل كتيرة جدا بقت الساعة 12 ونص بالليل دخلنا على الساعة واحدة بالليل ومش عارفين لقى حل للمشكلة انتو عارفين اللي حل المشكلة مين اللي حل المشكلة فار والله ازا بحكيلك كده لحل المشكلة فار يعني طبعا انتو عارفين الفلاحين عندنا في البلد عاملين بوص كده كانوا عاملين البيت كان كله يعني بوص كده وخشب وعرق خشب وكده وبتاعه ففار ماشي وقع وهي وقف عمالة بالزعق الزوجة الفار وقع على الزوجة فتأجزها جنبها حضنت جزها خلص الموضوع وانتهت المسألة في دقيقة واحدة فانا عايز اقول ان الحياة الزوجية مش معركة ولا اخناءة الحياة الزوجية يا جماعة مودة ورحمة واحنا داخلين في ايام مفترجة وايام كريمة فلازم كل زوج يسامح زوجته احنا مهم جدا الناس تتصابح مع بعضها يا كل زوجة متضيئة من زوجها او زعلنا منه لازم تسمحيه واليبتد رمضان كده وقلوبنا صافية علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا رمضان ده فرصة طيبة لصلح مع الله سبحانه وتعالى وصدق النبي عليه الصلاة والسلام لما قالنا في الحديث الصحيح لو تعلم امتي ما في رمضان من الخير لتمنت ان تكون السنة كلها رمضان